فهو يبقى إن كابوس القصة التصيرة جداً وكمان قصيرة الناس اللي بيتهددوا القصة التصيرة أو يتهددها عشان على الجنة يتهدد عرش القصة التصيرة رغم لسوخها ورغم يعني إن هي ليها أصباقية من الفنين اللي هو زي مصدر فيها قال إن تكنولوجيا عملت كده ولسه محناش عارفين هو يدرس دلوقتي القانونة عمور اللي هو قاله لنا في السحنة ده كده فيبدو إنها ليلة مش فايتة أنا يعني مش هببني لإن أنا مؤكد أنا مش هحضر الجيل ده يعني لكن ممكن الواحد يمع تروحه بغلاسة كده تهيمن على حاجة تعمل تصيبها طبعاً البداية الإهداء ما كانتناش عن الإهداء خاص الإهداء قصي كتاً ويمكن ليه دخل بتكوين نفسية الفوتوغرافر العظيم اللي هو جاتب عن نفسه فنان هو جاتب فنان فوتوغرافر يعني هو أصدر حب خلاص فهو فنان فمحنش كده يقدر يتكلم يعني مشكلة الفوتوغرافر وأنا متربي في بيت كل مورتريهات فكنت بشوف معاناة اللي بيرسل بورتريه ده بياخوة قياس الزمن رتكلم هنا على قياس الزمن فيبدو ان اللي حصل خط هنا الفوتوغرافر أما بيشوف لقطة كلا تنفع وتع في ثانية بكل أطهر مش مشكلة يعني ما عندوش معاناة اللي هيقعد يرسل بورتريه بياخد فيه شهور ومثلا او كده او كده يبدو ان هو ده اللي هو تجاوز زمن الرسام البورتريه ده خل الفوتوغرافر العظيم ده يعمل كده وهو بيكتروا القصة القصيرة وهو يتعلم منها حاجة سهلة يعني انا عن نفس التجربة الخاصة ان انا ممكن اكون هكت بوربع سطور فاهم منك شهورين داخل وفي الاخر ما يجبنيش ووريها لكتورو حمد البورتا بيقول لي روح عيدهم تاني مثلا يعني فهنا بيباين فيه عدد بالنصوص انا كان ممكن ابين علامات هنا ان هو امن بتخيله القصة القصيرة جدا يعني يبدو انها في قرارة نفسه عجبات على اساس انها يعني حاجة سهلة او كده عشان كده بيبدو زهقان يعني انا فيه فيه مواطن كتير اول كنت بحس ان هو زهقان في حط مفردة مكان مفردة وكان ممكن مثلا حاجة تبقى او تعبير او تركيبة مجازة يعني في حاجة رغم من الحاجات التقريرية كتير اوي في النصوص الا ان انا حسيت ان هو بيعتمد على فطنة القارئ كتير اوي يعني هو مستني يعني عايز قارئ يكون فطن اوي عشان يعرف يقراد يعني كان فيه التقائية هنا في الحكاية دي اخر حاجة بقى برعته في ان يدخل الانوان في صميم القصة لكن ده برضو من صميم الفوتوغرافية يعني هو مخرجش عن الفوتوغرافية برضو لان في مسابقات الفوتوغرافية يعني حضرتها الفوتوغرافين او كده كان يبقى مطلوب من المحكمين ان يبص على اللوحة ويديها كلمة او يديها مضاف مضاف اليه او حاجة وهي دي اللي بتدخل التقييم بعد كلمة كمان يعني اللي اعجبتني اوي اللي هو صخر من القصيدة للناس عشان يبرق نفسه في القصة اللي هي صفحة 91 اللي فيها الراجل اللي ما تكلمش خالص ايه اللي اعتبر ان الحكاية دي تبقى صامتة لكن انا باشكره على الجهد اللي هو معه شكرا